مباريات الجولة الأولى من بطولة أمم أفريقيا بدأت بتعصرات للمنتخبات العربية وده قبل اللقاءات اللي هتكون موجودة النهاردة بين منتخب تونس ومالي اللي هيقام الساعة 3 ومريتانيا وجنبيا اللي هيكون الساعة 9 البداية كانت لمنتخب المجرب تحت قيادة مدرب وحيد خليل وزيتش منتخب المجرب استطاع أن يفوز في الدقيقة الأخيرة بهدف في مباراة كانت خططية من الطراز الأول أما منتخب جزر الكمر اللي اتلقى الهزيمة في نفس اليوم على إيد منافسه منتخب الجابون بهدف نظيف في مباراة لم ترتقي للمستوى منتخب الجزائر حامل اللقب فشل في افتتاح مشوار الدفاع عن لقبه بالفوز عشان يتعصر قدام منتخب سيرليون بالتعادل السلبي منتخب مصر قدم مبارح واحدة من أسوأ مبارياته في السنين الأخيرة وفشل في أنه هو يحرز أي حاجة مبارح علشان يخسر بهدف دون رد وسط تقلق لحارسنا محمد الشناوي منتخب السودان تجنب مبارح الخسارة قدام منتخب غينيا بساو علشان يخرج بالتعادل السلبي بعد ما ضيع منتخب غينيا ركلت جزاء في الدقيقة الأخيرة الجماهير العربية بتأمل أن منتخب تونس يؤدي أداء جيد قدام منتخب مالي اللي بيعد من أبرز المنتخبات اللي موجودة في بطولة أمم أفريقيا المنتخبات العربية بتحظى بمتابعة عالمية كبيرة وده بسبب وجود نجوم من التراز الأول زي محمد صلاح لاعب لابر بول ورياض مهرز لاعب منشستر سيدي هل تتوقع تحسن أداء المنتخبات العربية في الفترة القادمة؟ في انتظار تعليقاتكم وإلى اللقاء في نشرات جديدة وتقارير جديدة وكانت معكم علي صلاح من المصر اليوم